ادى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله صلاة الجنازة وحضر مراسم دفع ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين الذين استشهدوا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل كما قدم سموه واجب العزاء لأهل وذوية الشهداء ونوها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بتضحيات شهداء الوطن البواسل الذين رسخوا أسمى قيم الشجاعة والعطاء وصطروا أروع معاني البطولة والولاء الصادق أثناء تأديتهم واجبهم الوطني المشرف نصرة للحق وأعلاء لراية العدل معربا عن اعتزازه بالتضحيات المشرفة التي قدمها شهداء الواجب المخلصين بكل بسالة سائلا الله عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يدخلهم في سيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم دويهم جميل الصبر وحسن العزاء متمنيا للمصابين الشفاء العاجل كما أدى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القيد العام لقوة دفاع البحرين والفريق ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة وسعدت الفريق ركن عبدالله بن حسن نعيمي وزير شؤون الدفاع صلاة الجنازة وحضروا مراسم الدفن لضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين الذين استشهد خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل كما قدموا واجب العزاء لأهلي وذوي الشهداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من جانبه عربة صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص التعازي والموساء إلى عائلتي شهدي الواجب الذين استشهد خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية والمشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ولجميع منتسب قوة دفاع البحرين وأبناء البحرين كافة مؤكدا مع عليها الاعتزازة بشهداء قوة دفاع البحرين الذين سطروا ملاحم البذل والفداء والتضحية والولاء والانتماء وكانوا دائما مصدرا للعزة وقدوة لكل أبناء الوطن مقدرا لرجال قوة دفاع البحرين جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوية الكبير في الوقوف إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية من جهة عرباء الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن أصدق تعزيه ومواساته لأهالي وأدوي شهدي الواجب لدين السش داخل لتأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل مؤكدا سموه أن رجال قوة دفاع البحرين البواسل يقدمون دائما المثال الحي للتضحية في سبيل أداء واجبهم المقدس وهم مصدر للاعتزاز والفخر الدائم داعين المولى جلت قدرته أن يتغمد شهدي الواجب بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان وأن يمنى بالشفاء العاجل على المصابين من جانبها عرباء العقيد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة عن خالص التعازي والمواسع إلى عائلتي شهدي الواجب الذين سشهد خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل مؤكدا سموه أن تضحيات شهداء الوطن سوف تبقى محل إجلال واكبار بعدما جادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ميادين البطولة والفداء أثناء آدائهم واجبهم السامية المشرفة لتظل راية الوطن خفاقة شامخة سائلنا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان هذا وقد رافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ناب القاد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأدى صلاة الجنازة وحضر مراسم الدفان وقدم واجبة العزاء لأهلي وذوي الشهيد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري واسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق ركن ضياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان أيادي الغدر الغاشمة تلك التي لم تراعي ذمة إنسانية ولا عهدا دوليا مشهودة وافقت عليه كيدا ومكرا فمن أقدم على هذا الجرم الشنيع قد اخترق الهدنة الأممية التي كانت سارية والتزمت بها قوات التحالف العربي تحقيقا لأمن وسلام المنطقة بشكل عام وجمهورية اليمن الشقيقة بشكل خاص إلا أن طباع الغدر والخيانة أودت اليوم بأرواح زكية استشهدت في سبيل السلام والاستقرار للمنطقة عبثية الإجرام هذه زعزعت مساعي السلام والأمن التي سعت الدول جاهدة لتحقيقها وبذلت في ذلك الغالي والنفيس نصرة لليمن وشعبه ومراعاة لمصالحه ومصالح المنطقة إلا أن ما وقع من عدوان آثم يوجه أصابع الاتهام إلى من اعتاد الغدر والخيانة في ميادين الشرف والبسالة ميليشيات الحوثي في اليمن تدعي بأن لا يد لها في هذا الاعتداء الغادر على الرغم من أنها هي من خططت ونفذت هذا الجرم وإلا أين العدالة لمن ارتكب الاعتداء فليس النكران العقيم ينجي أحدا من جرمه ما لم يقدم دليلا قاطعا أو مجرما متهمة تضحيات كبيرة وأرواح طاهرة وجهود مستمرة قدمتها ولا تزال قوة دفاع البحرين إلى جانب أشقائها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وحفاظا على أمن المنطقة والحدود الجدوبية للمملكة العربية السعودية بسالة وشجاعة كبيرة نال شرفها شهداؤنا الأبرار لن تذهب دماؤهم سدا ولن يضيع حقهم أمام عدالة الأرض وعدالة السماء ليبقوا عنوانا شاهدا للعطاء ووساما للفخر والاعتزاز